مرحبا بكم في قناة تحفة يوب الإعلام الجزائر حفظ درجي والدحول لكل المواطنين ويؤكد أن هناك حلول أخرى عديدة لتجاوز هذه المرحلة كذلك بلغ جميع مطلب المواطنين بعيدا عن هذا العسيان المدني فلا يزال هناك العديد من الأوراق بيد الشاب وكسب الدرجي عبر صفحتها الرسمية ما يليه في اعتقاد الحديث عن عسيان المدني فيه خطورة على الدولة وعلى الهب الوطني وسيكون في صالح الجماعة وختم الدرجي كلامه بقوله لا تزال بحوزة الشعب خيارة أخرى فصرح العسيان المدني ليس حلا من الآن خصوصا أننا في بداية الطريق كما أن هذه الخرجة ستجعل الشعب يفكر في الحليب والخمس فقط وينسى أهم قضيته وهي ضد العهد الخامسة وتغيير الجدري المسيرة كانت توصل صوت الشعب للعالم كله خصوصا كونها سلمية حضارية وكلها محبة بين أبناء الشعب فالكثير من التلميذ أضحوا في حيرة كبيرة وكبيرة جدا كيف يذهبون للمدارس وهناك امتحاناتها مفوتها على أنفسهم يظل الشعب هو من يحدد مصيره لكن ربما كان مدرج فيه وقاع كبير ويجب تأني خصوصا في هذه المرحلة بالدات والسلطة تسير في خطأ كبير أيضا كيف لهم بهذا الصمس كله والمسيرة سوصلت للعالم كله لمدة ثلاث أسباع متسالية دون توقف ومع ذلك لم يرد ولو بكلمة واحدة سطمئن الشعب فمصيرنا صار مجهولا لكن بإذن الله القادم أفضل ويجب على السلطة الاستجابة لمطلب الشعب وتنساه الأزمة والأهم من كل هذا أن نظل سلميين حضاريين لا نخرب ولا ندمير البلد فهو أمن ويجب الحفاظ عليها فما رأيك في العسيان المدني والإذراب الشامل وهل هو الحل أم أنه سيدر الشعب أكثر من السلطة نفسها لا تنسى الضغط على زر الإعجاب إذا كنت مع تغييري السلمي كما لا تنسوا مشاركتنا بآراك في التعليقات وشكرا